بس أنت حياتك اليومية مليانة سترس يعني أنت بتقضي طول اليوم مع الألم والمرضى والمستشفيات إزاي في آخر النهار بتعرف تبصر؟ أنا أحاولي سترس هي دي اللي أنا بتكلم فيها، أنه تحولي التقل السلبية الإيجابية طب أنا شخصت واحد أنه عنده كذا كارثة، طب أنا متداق ومتفاعل معاه بنفسيتي وبمشاعري بس أنا مبسوط أن إحنا وصلنا لدياجنز أو تشخيص معين وهو بيعاني بقاله مثلا شهور أو سنين فهي مكشور فيدينجز، هنا بقى تيجي السيطرة على أفكارك، أنت عايز تفكر أنك متداق ومتفاعل معاه بمشاعرك ولا هتبقى بروفاشن انف واحترافي انف انت خدمت اللي قدامك خدمة عن طريق إرادة الله طبعا مش أنا كرامي وبعد كده خلاص أنا أتعامل وروح، بعد كده ما تشوفي الكلام ده كل يوم مرورا وتكرارا ببقى بالنسبة لك يعني خلاص بقى روتين بقى اللي هو أنت عارف تعملي واحد زائد واحد يساو اتنين فمشاعرك بتبتدي تسيطر عليها اللي هو لا أنا هضعف ولا إيه أنا هتفاعل؟ لا أنا هشوف شغلي بس مش هقدر يعني مش هتوغل أكتر بمشاعري معينا بمشاعري دي عشان خايف وحابب اللي قدامي ونفسي في أحسن حاجة لي صحياً لصحيته وصحيت اللي حواليه بس بس سيطر عليها بحاول بقدر مستطاع فتعلمت شوية شوية أنت تعملتها أكيد ما كانش حاجة تولدت بها لا طبعاً لا طبعاً طب في الأول إيه التحديات اللي كانت بتقابلك؟ أنت تلاقي طريقة أنت تفصل بها؟ فيه مشاعر بفكر فيه ممكن لغاية النهاردة كتير قوي شباب دلوقتي بنشوفهم موت مفاجئ وحصل لهم كوارث في العشينات وفي التلاتينات وأمراض كتيرة خطيرة مش كل الحياة بمفي فأنا بفكر في يوم الأيام بعد ألف شهر على كل الناس هو أنا لو منهم في يوم الأيام أنا هلاقي اللي ياخد باله مني زي ما أنا ممكن ياخد باله منه أدامي هلاقي اللي يساعدني وياخد بإيدي هلاقي اللي يطببني طبياً ما هو الدكتور ما يفعش يبقى دكتور نفسه وبعده ما يفعش يبقى دكتور عيلته يعني أنا لو مثلاً حد من الناس القريبين مني في عيلتي أرفض إن أنا أعالجهم لو الموضوع داخل في الجد عشان ما بشاركش المشاعر في الاحترافية في العمل دي ممكن تدور للناس كتير بتقدرش تعمله عملية مثلاً معينة عشان أنت خايف عليه لا زي وزي غيرك الجزء الاحترافي ده مهم